من ذيقار مهد الحضارة البشرية إلى صلاح الدين مسقط رأس القائد العراقي صلاح الدين الأيوبي يحط رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الرحالة في مدينة تكريت أولى محطات الزيارة كان موقع فاجعة شهداء سبايكر حيث قرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء وتعهد بتحويل مكان الجريمة إلى مشروع ومتحف للذاكرة يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم ولأن العشائر عماد النسيج المجتمعي في العراق فقد التقى رئيس الوزراء عددا من شيوخ عشائر صلاح الدين معاولا عليهم في تعزيز مسار الحوار الوطني والهوية الجامعة للعراقيين مستذكرا بطولة الشيخة أمية الجبارة التي قادت أبناء عشرتها ومن عشائر آخرين في القتال ضد داعش وفي لقائه عددا من شيوخ عشائر سامراء دعا العشائر إلى إسناد الدولة في الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم الأهلي في المجتمع الكاظمي وخلال اجتماعه مع رؤساء الدوائر الخدمية في صلاح الدين دعا جميع المؤسسات إلى إنهاء ملف المشاريع المتلكية ووضعها أمام المواطن لتحسين واقع الخدمات ومن صلاح الدين انتقل رئيس الوزراء إلى مدينة سامراء حيث أدى مراسيم الزيارة للإمامين العسكريين مؤكدا ضرورة تطوير واقع المدينة وتنمية بناها التحتية مشيرا إلى السعي بأن تكون سامراء عاصمة ثقافية برموزها الدينية وعمقها التاريخي كما افتتح الكاظمي محطة كهرباء سامراء البخارية التي سترفض شبكة الانتاج الوطني بنحو 1260 ميجاواط من الكهرباء وتوفر فرص عمل لأكثر من 1400 مواطن من أصحاب الاختصاص ترجمة نانسي قنقر